مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان أن الإسلام يوجب على المسلمين دعم تركيا المسلمة في حرب الليرة التركية حتى لو كان أردغان علمانية أنا أتتبع النقاش حول أزمة الليرة التركية والحرب التي تخضوها أمريكا ضد تركيا المسلمة في هذا الأمر فجأت بشريحة من المسلمين يقولون ما لنا وما لأردغان وما لليرة التركية ويقولون أن أردغان علماني وتركيا دولة علمانية وفي الواقع في كل نقاشاتهم وصفصفاتهم لم أجدهم يستدلون بآية واحدة من كتاب الله ولا من شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء أولى بهم أن يتوقفوا ليجدوا أنفسهم بجوار المساد الإسرائيلي والترامب والمخابرات الأمريكية والماسونية كلهم في موقف الشماتة من حرب تشنها أمريكا الصليبية ضد بلد مسلم أو حرب على عملتها هدفها في الآخر البلد المسلم أقول هذه فتوى شرعية شوفوا أنا بخاف جدا ماليشة بقى أنا ملاقا أفهم في العلم الشرعي نهائية ولكن أقول وأنا أرجو المشايخ أن يصححوا لي وأهل العلم اطلعوا اتكلموا الكلام اللي أقولوا ده صح أم خطأ أنه واجب شرعا دعم تركيا المسلمة وعملتها في حتى لو كانت تركيا علمانية وحتى لو كان أردوغان علمانية على الفرض الجدل الذي يزعمونه آية ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فنجد أنه في القرآن الكريم ربنا قال إيه غلبت الرغم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعده ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فهنا الآية تتحدث عن أن النصارى الصليبيون الذين يقولون أن الله ثلاث وما إلى ذلك وأن الله أنجب ولداً على عاد بالله وإبن الله وسيدنا حيس عليه السلام هؤلاء الذين افطروا على الله وحرفوا في كتاب الله وفي كلمات الله غلبوا على أيدي المجوس المشركي فحزن المسلمون الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وربنا تواعد أنه سينصرهم ونصرهم بعد ذلك ويومئذ يفرح المؤمنون يفرحوا بإيه بنصر الله ما قالش حتى بنصر الله فهب أن أردوغان علماني كما يزعموه وهب أن تركيا علمانية كما يفترون أو كما يعني ودستورها يقولوا هذا لكن في حقيقة الأمر تركيا الآن واقعاً لم تعد علماني يعني بتنتقل إلى أن تكون نظامها إسلامي بإذن الله إن شاء الله تماماً وما حرب العملة إلا جزء من هذا كما سنوضح أنت بين ترامب المسيحي أو الصليبي وبين أردوغان اللي هو بيقول أنا مسلم وناس بتقول علماني وناس بتقول إسلامي وناس بتقول أمير المؤمنين مثلي وناس بتقول لا مش أمير المؤمنين هو رجل مسلم وكل حاجة لكن ما وصلش إلى هذه الدرجة أي مكان فأيهما أقرب إليك ترامب الذي يقول أن القرآن ده كتبه بشر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان العذو بالله كذب وما إلى ذلك ترامب الذي يقتل في البلاد الإسلامية ويحارب وكل هذا الكلام ولا أردوغان أيهما أقرب لنا بمعايير غلبة الروم والله لا أردوغان الروم دول حرفوا في الإنجيل أردوغان والله لم يحرفوا الكرآن دراجي للحكومة التركية تحفظ كرآن على نفقتها الروم اللي المسلمين زعلوا دوله بقولوا الله هذا أردوغان بقول الله واحد وغير ذلك طيب في البعض للأسف الشديد بقول لك والله أنت بتقول هذا الكلام لأنك مقيم في تركيا طبعا المخابرات الأمريكية باعتبرها حتى تلامشة غالة سمعت التلفون ده وبتسمعني الآب تعرف الناس دي علىها يعني مش سليم حبيتين هاتل ذلك أردوغان إنما تعالوا ننسى تركيا وكان عميلا لأمريكا يعني أردوغان لو جبناه بجوار صدام لا ده أردوغان ملك يا راكل إنما صدام ده رجل دموي قاتل مجرم سباح يعني صدام بشع هو الذي سلم العراق الأمريكي فالصدام بكل جرائمه عندما فرضت أمريكا الصليبية عقوبات على العراق المسلمة موقفي وموقف كل الناس الأسويائه أو كلنا وخرجنا في مظاهرات في ذلك الوقت ومع ذلك لا نحن ضد هذه العقوبات لأن هل هي ضد صدام ولا ضد شعب العراق المسلم لا ضد الشعب العراق المسلم لتجويعه ولهدم بلد المسلم فأمريكا لما تعد تحارف في الليرة التركية أرجوغان هيجوع ولا تركيا المسلمة والشعب التركي المسلم سيجوع لذلك في ذلك الوقت لم يكن أحد لم يكن مطروحا الناس اللي عندها خلل في فهم دينها وفي فهم القرآن الكريم لم يكن أحد في عهد وقت صدام حسين أنه إحنا مناش علاقة باللي بيحصل بين أمريكا والعراق لأنه صدام عالماني ولأنه صدام خامورجي ولأنه صدام قاتل فيفرض عقوبته ماله يدمره الضينار العراقي ماله لم يطرح أحد ذلك أبدا لأننا في النهاية إحنا مع العراقي المسلمة والشعب العراقي المسلم تختلف بقى مع صدام تتفق مع صدام ولذلك اللي هي فيقول أنا ماليش علاقة باللي ما يجري في العراق هذا خائن في إيه بلد مسلمة تعرض لحرب ده إنت يجب أن تقف معه ده المنافقين المنافقون في عد رسول صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك عملوا إيه تخلفوا قالوا مش هانفرص الدنيا حار الدنيا كانت شب أدراني حار خمسين وبتاع وكذا فبقى لك بقى اللذين يشمتون في بلد مسلم قل عراق أو تركيا أو غيرها ولما ضحصت ضم حسيني اليوم وأمريكا غزت العراق واحتلت العراق وهذا ما يريده هؤلاء الجاهلة ما الذي يحدث اليوم قد العراق وقعت تحت المجوس تحت سيطارة المجوسة واختصبت مئات الألوف من المسلمات وقتل 2 مليون مسلم في العراق بعد سقوط صدام حسيني تمام طيب تقول لي طيب وموق والسيسي بداياتاً أنا لها فيديو أصلاً في ناسي تقول لك أصلاً تقول كده أصلاً انت عمقيم في تركيا طيب أنا بقى السيسي متاهدنة وانت عصدق واسدق واسدقش يعني كل واحد حر يعني لنما أنا عملت فيديو موجود على اليوتيوب اكتب كده صابر مشهور ريجيني الباحث الإيطالي الذي يقتله وقلت فيه سراحة ان ضد اي ان الناتو ولا الجيش الإيطالي ولا الحكومة الإيطالية تحاول القبض على السيسي أو قتلت ريجيني من مصر لو اتضح ان السي قتله هو طبعاً المخابرات بتاع السيسي اللي قتلته هل إذا الجيش الإيطالي قرر بالقبض على السيسي والجيش الإيطالي جاء ليحتل مصر أو يرك القبض على السيسي سأخف ضده وقلت هذا في الفيديو وموجود من سنتين وليس اليوم لماذا؟ لأنه دافع عن مصر المسلم خلي بالك نحن الذين نعزل السيسي ونخلع السيسي وليس الناس تبدل احتلالاً باحتلال يعني اليوم لو الصين جدت اقول انا هعرر لك فلسطين اقول لا لا شكراً مش معنى ذلك ان مع اسرائيل لا انا اللي احرر فلسطين ولا اخرج محتلاً لأدخل اخر ولذلك انا لعمري استنجدت بمنظمات حقوق انسان ولا حقوق حيوان ولا حقوق حمير ولا امم متحدة ولا مجلس امن وانا ضد كل هذا الكلام ولا تجد لي في فيديو اطلاقاً نحن لا نستنصر على عسكر الصليب في مصر باي جهة اجنبية انما نستنصر عليهم بانفسنا وبعامة المسلمين اياً كانوا انما جات اجنبية مسيحية او يهودية او كوبوزية او كذا لا مسألة واضحة وهذا في فرق عشان نبقى فاهمين ان مسلمين يذهبون مثلاً الى الحكومة الامريكية ويطلبون منها ان تساعدهم في خلع السيسي من الحق فهؤلاء خونة مثلهم مثل السيسي الذي ذهب الامريكان وطلب منه ان يعاونوه لخلع الرئيس مرسي من الحق اما ان ذهبوا للامريكان او للانجليز او كذا وطلبوا منهم ان يكفوا عن مساندة السيسي يعني يقولهم ما تساعدوش السيسي احنا بنخلع السيسي فاسبونا نخلعه ملكوش دعوه فهؤلاء مخلصون لا شيء في ذلك انت بتقول عدو لا تساعد عدو اخر لكن انت تستعين به هذا امر مرفوض بكل الاحوال اليوم ما يحدث في اثيوبيا في اثيوبيا هل احنا اليوم اثيوبيا بتمنع الماء عن نهر النيل احنا مع مين طبعا ضد اثيوبيا مسألة منتهية ولذلك انا بقول لهؤلاء عليكم ان انتوا تفهموا دينكم وتفهموا واقعكم هذا الامر يرتبط بسؤال جاءني والله يعني صديقه ارسل لي وقال لي هل من مصلحتنا كمسلمين خلع الرئيس الامريكي ترامب يعني ان يعزلوه فقلت له لا اعرف انما الاجابة تتوقف على من سيأتي بعده وماذا سيفعل دايما احنا مشكلتنا كمسلمين او مشكلة المسلمين اللي في ال 300 سنة الاخيرة الذين استشرك جهل بينهم التفكير البسيط وغير مركب يعني ايه الملك فاروق زعلنا في مصر نخلعه وبعدين نلبس في جمال عبد الناصر وبعدين جمال عبد الناصر يقتصب المسلمات ويقتل ويعذب ويقول ايه اللي احنا عملنا كان الملك فاروق اقل سوءا هو كان خاين يعني ولكنه كان اقل سوءا ثم يأتي تنظيم الجهاد اللي هو احد فصائل الالتر الاسلام الجهادي ويقتل انور السادات فيأتي مبارك ويعذب في المسلمين وكده يقول ايه اللي احنا عملنا كان السادات ارحم او اهونه بكثيرا او اقل ضررا من مبارك سنجد ان واخذ على ذلك كثير جدا انه احنا دايما لا نحسب من سيأتي بعد من نخلعه ولذلك تجد الجهلة يقول اردوغان وحش اردوغان كذا اردوغان اردوغان وحش لقدر الله انه الامريكان تمكنوا من اختياله او عمل قلب نظام حق وافترضوا الانقلاب الذي جار على اردوغان في 2016 نجح من الذي كان سيأتي بعد اردوغان كان هيجيه لك ناس علمانية كارهة للاسلام وكان زمان المسلمات في تركيا يختصاب له وكان زمان المساجد اغلقت وتعليم اللغة العربية ان interns ادخلوا في المدارس التركى امامه مقطيبو في المدارس التركي العامة من العام المقبل سيحق لهم ان هيدرسوا لغة عربية في الابتداء الابتداء العلمانية نفسها لدرسو اللغة العربية وماد التعليمي التربية الإسلامية دخلت في المدارس من زمان لما تدخل المدارس التركية الآن تجد كل جدرانها مزالة بآيات كتاب الله وبصور السلاطين العثمانيين وتجد فيها كلها مساجد كل هذا من الذي فعله أردوغان ربنا جعله سبباً في أن يهدي به خلق كثيراً في تركيا ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناته يا رب الله وما أمنه فخلص إحنا مش عاجبنا أردوغان أردوغان علمان أنا معك ولما أخلعوا أو كذا من سيأتي بعده فإن كان من سيأتي بعده أكهر إيماناً منه أو أكهر ذكاءاً منه يبقى خلاص في الانتخابات الجاية لأننا لابد فيه مسلمين هو اللي بيختار ما هيش الأمريكان ولا كذا في الانتخابات الجاية يقول له الله المسلمين في تركيا انتخبوا فلان لأنه أكثر حزقاً وحزماً وخدرةً من أردوغان أما إذا كان سيأتي بعده أقل كفاءةً منه نقول لهم لا والله خليك عم أردوغان ده الناس اللي بتعرف تفكر تفكر منطق يعني مثلاً نقول لنخلع أو يخلع الأمريكان ترامب ونأتي فيه نائبه يطلع نائبه أسوأ منه أو ممكن نائبه يكون أسوأ ولكن على ما يبدأ ياخد كذا يكون الفترة انتعت فيكونوا مش الاتنين هكذا بتحسب الأمور كلها يبقى عندك خطة متكاملة أما مش عايزين أردوغان وخلاص كده ده شغل ناس مساطيل وناس جهلة وناس ودون في ستين جهل آتي بقى لنقطة أخيرة هم يقولون انك والله تفعل هذا لأنك تقيم في تركيا أنا والله في وقت من الأوقات سأرد بإذنه إن شاء الله وبالمستندات على كل واحد طبعاً هذا الذي يقول هذا الكلام أولاً الذي تعلمته في الصحافة واللي مفروض بقى اللي قاعدين يتكلموا دول في شؤون المسلمين لا يصحوا أن تأخذ معلومات استنتاج خيال كنا في هيئة الإزاع البريطانية البي بي سي وكانوا يدربوننا على الضقة الإعلامية فالمدرب أول درس وأنا والله أقول لكم هذا عشان كلنا نتعلم هذا يا جماعة فالمدرب في أول درس قال لنا سأروي القصة التالية واكتبوا خبراً عنه إنه فتاة بتعبر النهر فما لبسها تبلي فخرجت عارية على الضفة الأخرى من النهر وكانت دينيا ليل والجو الشتى والسلوك نازلاء والست بردر جد فجاء رجل فأخذها وأخذها في بيتي ودخل معها في غرفة الإيه إنه اكتب خبراً حول هذه الإيه ونال منها ما أراد اكتب خبراً منها حول هذه القصة فهناك من كتب إن هذا بالخسيس اختصبها وهناك من قال تزوجها وهناك من قال أحبها وهكذا ففي النهاية قال لنا كل ما كتبتمو خطط لإنه نال منها ما أراد ما أعرفش إنه لإيه لابد تكون أنت لديك معلومة دي اسأل لتنين إيه اللي هو أنا وأمثلة كثيرة أنا تعرضت في الصحافة في الأخبار لا يجوز لك أن تملأ الفراغات يعني المعلومة الناقصة عندك فأنت حضرتك أو الذي يدعي يعلم أني مقيم في تركيا مش من حقه يملأ بقى الفراغات إذن إنه أردوغان صاحبة فضلة عليه وأن الحكومة التركية تعطيه أموال الحكومة التركية تديش فلس لحد يعني وأنه مش عارف كده ده كله هطر المخابرات الأمريكية بقى يعني هي بترأيبنا كلين وأنا واحد من ضمن الملايين ولا المليارات اللي بترأيبهم يعني كلها مرأبة إلكترونية لكن ممكن تحط بقى مرأبة إيه شخصية يعني فهذه الحالة بتعمل اللي بترأيب صبر هل والله يفعل الحكومة التركية بدون الفلوس لا ولا الحكومة التركية أرفع في عيش تو وأنا أقول لكم شيء واحد إنه حتى هذه اللحظة أنا لم يتخل جايبي مليم واحد كده من الحكومة التركية ولا من حكومة الرئيس مرسل أما كان في الحكم ولذلك انتم شفتوا هل في حد طلع لي ورق ولا أي حاجة تفيد إن أنا خذت مليما من حكومة مبارك ولا قلت مبارك حلو ولا عزيد ولا عبيل أو قال لك إن الإخوان المسلمين في مصر أصحاف فضل عليك أبدا حد طلع لي ورق وأنا أتحد يقول لك والله للحكومة التركية دي صاحبك فضل عليك في كده هو حتى هذه اللحظة ممكن مستقبلا وهذا حلال يعني يفرض الحكومة التركية تدنيه فلوس لا تدنيه بس هي مسلمة وأنا مسلم وهاكذا يفرض أنها شغال بس أقول لك ما حصلش وأنا لا أريد منها مالا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر إنما أنا بأتكلم يعني بصفة عام هناك من ساعدني من عامة المسلمين ولكن هذا كان يساعدني لشخصي يعني أنا ذهبت إلى جهة حكومية تركية الموظف واصل معرفش أنا مين ده موظف تركي لا بيسمع عربي ولا بيشوفه فيديوهات ولا غير ولأني مش عارف أتصرف فرح راجل آم وأحلل المشكلة وساعدني وكذا هل هو كان بيساعدني عشان حكومة ميداله تعليمات قطلة صبر مشهور مش عارف إيه لا إنما فعلها من تلقاء نفسه كمسلم لأخيه المسلم أو لشخص وجده إنسان في حاجة إلا مساعد فهو ما ساعدنيش عشان حكومة أكله ساعده لأنه ده قام بعمل فضولي وظيفته لا تأمون به المهم مش عاوز أخش في هذه الجزئية بس أنا في يوم سأرد وأوضح كذب هذا بس ليس الآن لأسباب أنا حر فيها يعني طيب النقطة الأخيرة صديق والله في اتصال صديق مخلص ليه في اتصال بينه فقال لي يا صابر ألا تأخذ مسافة من الحكومة التركية على هذا النظام يتغير فتحسبه على النظام يعني أنت النار لا تقول أردغان حلو أفرض أن نجي مساء عبد الله أقول أفرض أن نجي واحد حصل انقلاق وطبعا سيد بقى من يبلغ يعني ده أنت عندك السيساوية اللي في بين المصريين أو عملاء المخابرات إن كانت مخابرات القليج ولا مخابرات السيسي ولا غيرها يبلغوا كتير جادة الحق ده في واحد كان بسياد أردغان هو تمام فقال لي يعني بحيث أن لا تحسب فقلت له لا لماذا لأن نحن قاعدين نقول عاوزين مثلا في بلد مصر مصر ليت هناك من يؤسس جماعة على غرار الإخوان المسلمين لأنه خلاص السعوداء سيطرت عليها يؤسسوا جماعة جديدة فمحتاج يؤسس جماعة جديدة ومحتاج تمويل ومحتاج يختصب مصدقية ومحتاج مسألة ضخمة وجبارة لذلك الشخص المؤسس في أي تنظيم أو أي دولة هو شخص عظيم وهو شخص عبقري ده قعد ده يا راجل أوجد يعني اطلع روح تمام طيب فمسألة التأسيس عشان اليوم ده أنا أعد أسس حزب أو تنظيم أو كذا وأجمع الناس ووفر الموارد وكذا وطبعا في بيئة معادية كلها المبحث ضدك والمقابرات ضدك والإعلام ضدك وكذا مسألة مرهقة جدا يا جماعة وصعبة ولا تتأتى إلا لأشخاص رحبهم الله بقدرة عبقرية قد تكون أنت يا ما تقولش أنا مش أنا لا ممكن تكون فيك هذه القدرة وانت لا تكتشفها فأنت قادر حاوي وستنجح بإذنه إن شاء الله ثم هذا الشخص ينجح ويصل للحكم فلما يصل للحكم مفروض نقف معه ولا نسيبه ونمشه له صلى الله عليه احتمال يسقط فأردوغان أسس حزبا في تركيا والحزب نجح ووصل للحكم وسيطر على الجيش والشرطة وضمر الدولة العميقة في تركيا والأمريكان عملا للإنقلاب والماسونية وكذا يكفي أردوغان إنه فصل 200 ألف من ضباط الجيش والشرطة والموظفين المدنيين والقضاء والمدارس والجامعات وسلك الحكومة كل دول كانوا تبعين للدولة العميقة 200 ألف موظف يعني تخيل أردوغان ده كان حواليه الجواسس يعني كالهواء فالراجل أسس حزبا وبدأ كذا فلما ينجح وصل للحكم دا احنا دعمه في الحكم دي مسألة بسيطة إنه يبقى في الحكم أو المنظومة دي تظلي ناجحها إنما لما هو ينجح وصل للحكم نقول لهم إحنا بقى هزا يتخلى وهزا يتخلى وهزا يتخلى حتى يسقط وبعدها نقول طيب نبكي بقى عن لبن المسكو من يبدأ من جديد طيب ما نبني على الموجود ولذلك أنا قلت في فيديو سابق إنه أردوغان هو بإذن الله إن شاء الله يوسف بن تشافين الذي أنقذ الأندلس وإن لم يكن هو يوسف بن تشافين جعلنا منه يوسف بن تشافين وقلت أردوغان صلاح الدين وإن لم يكن هو صلاح الدين جعلنا منه صلاح الدين أنا مش عارف أنتوا عزيموا صلاح الدين ده مواصفات شكله إيه واحد يقول لك إيه أصلا أردوغان ده مش أمير المؤمنين طيب أولا هو في مؤمنين ولا ما فيش مؤمنين ربنا قال إيه يا أيها الذين آمنوا وهذا ليس خطاب للصحابة ده خطاب للصحابة أردوغان الله عليهم وللمؤمنين من بعدهم صح كده فلا شك إن المليار وخمسمائة مليون مسلم فهم ملايين المؤمنين ألا يوجد في تركيا مؤمنين أنا حاجة غريبة والله العظيم خلاص كده اتمعوه ما فيش مؤمنين في العالم والله إنتوا عوزين إيه عن المؤمن ده شكله وينازل إيه من السماء يعني وإن كان طبعا في تركيا مؤمنين وكل بقى الإسلام فيها مؤمنين فإن اختاروا حاكما مسلما مخلصا مثل أردوغان فهو أمير المؤمنين دي مسألة منتهية الكلمة للأسف وهو العلمانيين قاعدوا يخلوا الحاجات دي بقيدة عن أدانينا حتى أصبحها ثقيلة عندما نسمعها محتاج إيه أمير المؤمنين يعني يكون شكله إيه يعني مسأل والله أنا عاوز أعرف له مثلا خمس جنحة حاجة غريبة الأمر الأخير الأيام تثبت أن كل من ادعى عن جاه أو عن كده ضد أردوغان المسلم أنا أقول لك ده حليف أمريكا فهو بتكذب هذا اليوم أن أمريكا بتساعد تركيا عسكرية فهو بتكذب هذا اليوم أن أسرائيل وأمريكا وتركيا علاقتهم مش عارف إيه فهو بتكذب هذا اليوم يعني كل شيء ادعوه على أردوغان حتى كان في ناس بقيت لك كل أردوغان لو طبق الشرع الإسلامية ليه أصلي فيه ربا في تركيا طب أردوغان من ضمن القرارات اللي بتتخذ هذه الأيام إلغاء الربا في تركيا ومحاربة الفوائد وما أزمة الليرة التركية إلا سببها هذا الكلام أنه عاوز يلغي الفوائد والربا في تركيا شوفوا بإذنه إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر رئيس المسلم أردوغان كلما كان هذا فيه خدمة للإسلام والمسلمين وكل يوم ستتضح أن من اخترى عليه فرية ستتضح أنه كذبة ولذلك أنا بقول للناس ابحثوا وقرأوا إنما واحد يبعت لي أردوغان وحش تركيا وحش طب أنت كم كتابا قرأت أنا واحد بقيت للصبح اليوم شتيمة في المسلمين الأتراك وعلى الدولة العثمانية واتصلت به قلت له أنت جيبت الكلام ده مني قال لس له واحد كتب واحد كتب وتين إله خلاص هل قرأت كذا ولا كذا وقعدت أقول له أسماء وقائع حاجة يعني مؤسفة أن الناس بتردد أكاديب هكذا بكل سهولة يعني ولذلك يا جماعة أمان ربنا غضبان عنه ليه لأننا ماشيين نردد خلف أعدائنا أرجو مشاهدين أن تكون الصورة خضلحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته